السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لا علم إلا ما علمتنا ولا فهم إلا ما فهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين أهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري نلتقي بكم على خير دائما ومع مادة الفقه الشافعي وخاصة هذا العام سنشرح لكم آداب وأركان وسروط الصلاة والتي هي مقررة عليكم في الفصل الدراسي الثاني أبنائي وبناتي من تابعنا في الحلقات الماضية يجد أننا بدأنا منذ نشأة وتاريخ ومولد الإمام الشفعي وهو مؤسس مذهبنا المذهب الشفعي ثم تكلمنا عن واضع الكتاب وهو محمد بن قاسم الغزي رحمه الله وهو تقريب التقريب ثم بعد ذلك بدأنا في هذه المادة وهذا المحتوى العلمي الذي نتدارسه هذا العام بدءا من أنواع المياه والطهارة والنجاسة وما يصلح من المطعمات وكذلك ما ينفع من الوضوء من أنواع المياه وما لا يصح به الوضوء ثم تكلمنا عن الغسل وعن الطهارة ثم دخلنا في موضوع أعظم وهو موضوع الصلاة أخذنا بعض الأجزاء منه في الفصل الدراسي الأول وهو تعريف الصلاة وأركانها وفروضها وشروطها يبدأ الفصل الدراسي الثاني من هيئات الصلاة ثم بعد ذلك مبطلات الصلاة وسجود السهو ثم يستكمل حتى ننتهي من باب الصلاة وهو ركن أساسي من أركان ديننا الحنيف ثم بعد ذلك الزكاة وما فيها وأنواعها وأنواع الزكوات وزكاة الفطري ثم بعد ذلك الصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا وبذلك نكون قد أخذنا في هذا العام بفصليه الدراسي الأول والثاني قد أخذنا قسم العبادات من أول أبواب الطهارات حتى نهاية أبواب الحج والعمرة أسأل الله لي ولكم التوفيق لكن أبنائي وبناتي قبل أن ندخل في غمار هذا الموضوع وهو موضوع مبطلات الصلاة لابد أولا أن تعرف الفرق بين الركن في الصلاة وشرط صحة الصلاة الركن أبنائي وبناتي هو يدخل في داخل الصلاة كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة وهذه الأركان والطمأنين طبعا والقيام وأكثر من سمانية عشر ركنا ذكرناها في حلقة أركان الصلاة لمن تابعنا فيها ثم بعد ذلك هناك سنن في الصلاة منها التشهد الأول في الركعة الثانية وخاصة لو كانت الصلاة رباعية أو الثلاثية كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا يسمى التشهد الأول هذا يسمى سنة وكذلك الدعاء الذي يكون بعد صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد يدعو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت هذا الدعاء المحفوظ ثم بعد ذلك أخذنا هيئات الصلاة يعني كيفية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وضع باطن الأيمن على الظهر الأيسر هذه تسمى هيئات الصلاة التسبيح الذي يدور في الركوع سبحان ربي العظيم والذي يدور في السجود سبحان ربي الأعلى والتسبيح بين السجدتين هذا يسمى هيئات الصلاة لا تبطل الصلاة بهذه الهيئات لأنها ليست أساسية في الصلاة لكن المسلم طبعا يذكر ربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه وذكرنا بعض الهيئات لكن أذكركم أبنائي وبناتي ببعض هيئات الصلاة التي يعني مرت علينا في درس الصلاة لكن في أثناء بدايتنا ونحن نتكلم عن مبطلات الصلاة سنذكرها مع كلامنا عن مبطلات الصلاة وبداية فصلنا الدراسي الأول من المقرر في مذهب الإمام الشفعي رحمه الله نأخذ أبنائي وبناتي الدرس الأول تحت عنوان مبطلات الصلاة الصلاة أبنائي وبناتي هي عماد الدين وهي ركن أساسي من أركان دين الحنيف النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام وعلى خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر بعدها عمود الدين وأساس الدين والفرق بين المسلم وغير المسلم وهي الصلاة فالصلاة تبطل أبنائي وبناتي بأحد عشر شيئا ما هي الأشياء التي تبطل به الصلاة أول شيء تبطل به الصلاة الكلام الذي يصلح لخطاب الآدميين وهو أول شيء يبطل الصلاة أول شيء في مبطلات الصلاة الكلام إحنا عايزين نرتهم مع بعض كده الكلام العمل الحدث الحدث لو إنسان أحدث في الصلاة يبطل صلاته بس هنفصل وحدة وحدة أول حاجة الكلام الصالح لخطاب الآدميين يعني إيه معنى كلام الصالح لخطاب الآدميين يعني أنت ما كلمة يفهم بيها اللي معد قدامك أو اللي جنبك أن أنت بتكلمه زي مثلا هو قال لك مثلا إيه إزاي حالك فأنت قلت له كويس كلمة كويس دي دي كلام تصلح لخطاب الآدميين نعم تصلح لخطاب الآدميين فهذه كلمة تبطل بها الصلاة أنت عامل إيه فأنت قلت له أنا تمام وإنت بتصلي هذا كلام يصلح لخطاب الآدمين نعم يصلح لخطاب الآدمين فهذا يبطل الصلاة لكن لو انت مثلا بتصلي وقولت الحمد لله هذا كلمة الحمد لله تبطل الصلاة نقول لك لا لأن الحمد لله دي كلام خطاب رب العالمين أو قلت انت وبتدعو في السجود أو في مثلا وقوفك قلت رب يغفر لي رب ارحمني مثلا رب هدلي أولادي يا رب نجحني يا رب أتفوق السنة دي ده كلام لا يصلح لخطاب الأدمين ولكن يصلح لخطاب رب العالمين فهذا كلام لا تبطل به الصلاة بل هو دعاء في الصلاة والصلاة زي ما احنا عارفين أبنائي وبناتي هي لغة الدعاء فكريل لما قلنا تعريف الصلاة قلنا الصلاة هي دعاء فهي من أولها إلى آخرة مشتملة على دعاء فالدعاء أصل العبادة أو مخ العبادة ادعوني أستجب لكم كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يستكبرون عن عبادتي فعبادتي هنا هي الدعاء وهي الصلاة يبقى ايضا الصلاة هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط طبعا مخصوصة دي تعريف الصلاة اللي احنا تعلمنا أفعال وأقوال ركوع وسجود أقوال الفتحة والتكبير وغير ذلك يبقى هي أفعال وأقوال تفتتح بيه بتكبيرة الإحرام من أول ما تقول الله أكبر تختتم بيه بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله والتسليم الأولى اللي احنا قلنا عليها فرض فكده يبقى أنت خرجتنا صلاة ده تحريف الصلاة باختصار يبقى أول حاجة بيبطل الصلاة الكلام الصالح لخطاب الآدميين ايه تاني بيبطل الصلاة؟ العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات مثلا لو أنت خطت خطوة لقدام من غير مثلا يعني تكون غير ضرورة أو خط خطوة شمال خط خطوة الوراء لو خطوة واحدة بضرورة لا تبطل بها الصلاة خطوتين لا تبطل بهم الصلاة لكن ثلاث خطوات بدون طلب في الصلاة هذا يبطل صلاتك يعني واحد مثلا بيتحرك فلو واحد معده قدامها تشوف ده يقولك ده بيتحرك ده بيصلي ده مستحيل يكون بيصلي ليه؟ لأنه طبعا بيتحرك كتير وبيمشي كتير في الصلاة فده صلاة باطلة طيب أنا أستاذ لو أنا وقف في الصف والصف اللي قدامي فيه فرجة يعني فيه مكان فاضي بين اثنين ينفع خط خطوة أو اثنين أو تلاتة أوصل لغاية الصف الأول عشان أقفل الفرجة دي نعم هذا لا تبطل به الصلاة لأن العمل هنا من جنس الصلاة أنت تريد أن تغلق هذه الفرجة التي يمر بها بين الشيطان يمر بها الشيطان وبين المسلمين فأنت تريد أن تغلق هذه الفرجة فلا تبطل بفعلك هذا صلاتك لماذا؟ لأن فعلك هذا من جنس الصلاة ومن جنس العمل في الصلاة طيب أنت كبرت ركعت وقفت قمت هذه أفعال داخلة في الصلاة لنحن قلنا الصلاة أفعال وأقوال لكن العمل اللي هو مش من دخل الصلاة واحد شوية يمشأل يقلع الطائية بتاعته وشوية يشوف الساعة بتاعته وشوية يطلع على الموبايل وشوية يبص في الفلوس اللي يجيبه وشوية مش عارف يقلع العباية اللبسها ويزبطها تاني وشوية مش عارف يشير النظار يحط النظارة هذا العمل الكثير يبطل الصلاة علشان كده السادة الشفعية قالوا أكثر من ثلاث أفعال تبطل بها الصلاة لأن كده انت خرقت من خشوع الصلاة لأن احنا اتفقنا زمان لو انت فاكر معاي لما قلنا أن الطمأنينة تركم من أركان الصلاة فأنت لما بتتحرك كتير بتعمل كتير بتخرج من الطمأنينة التي هي فرض من فروض الصلاة فأنت كده أبطل شيء من الصلاة وإحنا قلنا أركان الصلاة لو بطل حاجة منها بتبطل صلاته فعليه أنه يبدأ الصلاة من أول وجديد ويكون إنسان خاشة ويكون إنسان يعني عليه وقار إنه يقب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى أنت لو وقف قدام مسؤول كبير أو رجل مدير كبير أو مثلا مدير المدرسة عندك أو مثلا حد كبير حتى لو أنت مثلا قدام وقف قدام والدك ما ينفعش تتحرك كتير وتتمشى كتير وتتحك وتتكلم طبعا ده منت كده بتزهب وقار الرجل قدامك فما بالك أن أنت وقف قدام الله سبحانه وتعالى فعليك بالوقار والسكينة والطمأنينة بحيث من يراك يعلم أنك تصلي لا يعلم أنك مثلا تتحرك وشوية تتحرك شمال ويمين وتلف شوية وتحرك رسك الفوق والتحت وفيه بعض الناس يقعد مثلا يبص في السقف وبعضهم يقعد يعد مثلا المراوح اللي في المسجد هو بيصلي وبعضهم يقعد يبص في اللوحات اللي في المسجد والجدران بتاعت المسجد والعواميد بتاعت المسجد وده طبعا بيزهب خشوع الصلاة وبيزهب روح الصلاة والصلاة طمأنينة وخشوع وذلة لله ربي العالمين طيب نشوف كمان تاني من أركان أو مبطلات الصلاة الثالث الحدث الأكبر والأصغر قبل التسليمة الأولى يبقى لو الإنسان أحدث يعني مثلا خرج منه أعزك الله ريح أو خرج منه مثلا بول أو غير ذلك أو سقطت عليه النجاسة تفسد ثيابها أو تفسد بدنها أو تلوس يديه أو غير ذلك فهذا أيضا يبطل الصلاة ليه احنا قلنا قبل التسليمة الأولى لأن التسليمة الأولى عندنا فرد فإذا مثلا للتسليم الأولى أنت خرجت من الصلاة. تمام؟ باقي التسليم الثاني ودي سنة من سنة الصلاة. طيب لو واحد يا أستاذ بعد ما سلم التسليم الأولى راح أحدث مثلا. خرج منه مثلا ريح أو غير ذلك أو سقط عليه نجاسة. نقول له صلاتك صحيحة. لأن أنت الأمر ده والنجاسة وحدوث النجاسة وحدوث الحدث هذا وقع بعد التسليم الأولى يعني بعد ما خاركت من الصلاة. حتى لو ما كنتش سلمت التسليم الثانية. إلا طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع أصحاب الأعذار. لو أنتم فاكرين اللي فاكر معنا حلقة أصحاب الأعذار اللي خدناها في الترم الأول. وتكلمنا أن دول مثلا إنسان مريضة عفان الله عنده مثلا سلاس بول أو امرأة مريضة عندها استحاضة فبينزل منها دم أو هو نفسه بينزل منه أشياء في الصلاة سلاس بول أو غير ذلك أو انفلات في ريح وغير ذلك. فهذا طبعا بيتحفز في الصلاة. بيصلي وبتوضى لكل صلاة أول ما يأزل. أزان يقوم يتوضى بحيث يدخل في الصلاة مباشرة ويتحفز يحط حفاضة ويحط مثلا شيء عشان لو خرج منه شيء أو نزلت منه شيء عفان الله. فلا يؤثر في صحة صلاته. حتى تنتهي صلاته وإن شاء الله صلاته مقبولة بدون ما يعيد الصلاة. حتى لو خرج منه حاجة في الصلاة. صلاته صحيحا لذا من أصحاب الأعذار ده مش إنسان يعني نطبق عليه كل الأحكام الفرضية والعينية. ولكن ده صاحب عزر فهذا يقابل بعزره بما الله عز وجل يعني جعله له من التيسير في الإسلام ورفع المشقة ورفع الحرج عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج لذا ده المبطل التالت وهو حدوث النجاسة والحدث الأكبر في الصلاة وده اللي احنا حطناها شرط رابع أنه لو حدثت نجاسة التي لا يعفى عنها طبعا احنا قلنا في نجاسة يعفى عنها وفي نجاسة لا يعفى عنها. يعني مثلا واحد وقع عليه مثلا نقطة دم صغيرة مش بينة في إيده. هذا من عفو من عفو الله عز وجل وقدرنا عفو النجاسات اللي هي على الإيد أو على الثوب تكون مقدار درهم. يعني حاجة صغيرة كده على إيدك أو حاجة على ثيابك وانت ما خدتش بلك منها أو ما انتبهتش لها وصلت بها هذا من المعافي عنه لكن لو كان مثلا شيء كبير بول على ثيابك أو نجاسة على هدومك أو شيء على بذنك هذا تبطل به الصلاة لابا ممكن مثلا انت معدي من تحت عمارة مثلا وفي رزاز مية نزل من البلكونة على ملابس بتاعتك فانت بتحمل الأمر ده على ايه؟ على الطهارة اللي طبعا غالبا دول يعني بينشر هدومهم والهدوم طبعا مخصول أبو مية طهرة فهذا لا يبطل بالصلاة إلا لو انت تيقنت أن المية اللي وعيت من فوقك دي دي مية نجسة لابا بالتالي المية الرزاز والمية اللي قدت على ثيابك دي نجسة نجسة ثيابك يجب عليك إزالة هذا النجس تطهير الثياب أو تغيير الثياب وإن وقعت على بدنك لابد من غسلك لبدنك لك تقول لها استاذ تبقى توضى نقول لك لا لا يجب عليك وضوء لإني دي نجسة وعت على إيدك أو وعت مثلا على وجهك أو على رأسك فتغسل المكان اللي وقعت فيه النجسة والله عز وجل رفع عنها الحرج في هذا الأمر لكن لو شيء صغير نقطة مية وإنت يعني حسني دي نقطة فيها نجسة وبعدها صليت وما تنبهتش لها غير بعض الصلاة نقول لك هذا من العفو الذي عفى الله عز وجل عنه لديها شيء بسيط قد لا تراه بعينك أو لا تشمه بأنفك أو لا تلمسه بيدك فهذا مما عفى الله عز وجل عنه خاصة لو كان إنسان مثلا به قروح واحد مثلا بيهرش كتير فساعة مثلا أثر الهرش بتاعه بيخرج دم مثلا عفان الله مثلا مريض بمرض مثلا أو مثلا فيه ددان مثلا فيه مشكلة عنده في البيت فبيهرش كتير فأثر الهرش ده أو أثر موت الحشرة الصغيرة دي بيترك أثر دم صغير فهذا أيضا من العفو عن هذه النجسات وإن كانت هي نجسة لكن من العفو عنها التي عفى لأنه طبعا هيحمل الإنسان ما شقة كل شو هي يعود يخسل بدن وكل شو هي يعود يغير ثيابه وتبقى يعني حكاية معاه فالله عز وجل عفى عن ذلك لكن لو الأمر تكاسر وأصبح مثلا فيه دماء كثيرة في بدنه والدماء ديه دماء نجسات أو شيء أمره ظاهر وواضح وما ينفعش يخش المسجد به فده عليه أنه يطهر نفسه زي مثلا هو أحد شغال جزار واحد شغال جزار بيتبح كل يوم طبعا وبيعلق اللحمة والثياب اللي فيه دي كلها متلطخة بالدم ينفع يخش المسجد كده بالثياب الملطخة بالدم طبعا وموكو يكون دم ده من أسر الدبيحة وأسر مثلا الروس بتاعها نقول له لا ما ينفعش يا أخي الكريم اجعل لك ثوبا للصلاة أنت رح تصلي في المسجد خلاص توضع وبعدين غير الثياب اللي أنت بتتبح بها والشغل بتاعتك وقلب الثياب تدخل بها المسجد ما ينفعش تخش المسجد كده والثياب بتاعتك الروب اللي أنت لابسه بتاعت الدبيحة والجلبية فيها دم وملطخة بالروس بتاع الحيوان وهذا طبعا يؤثر في المساجد ويؤثر على وقوفه كبير يا دي الله عز وجل أنت لو رايح يعني تقابل حد كبير هتقابله بالشكل الملطخ بالدم ده واحد مثلا شغال مثلا بينظف الشارع بتاعنا أو مثلا شغال في الصرف الصحي وثيابه والهدوم الشغل بتاعته ومتلوسها بسبب أن هو بينزل في الصرف أو ينظف الشوارع أو كده من فعش يخش المسجد بالشكل ده يجعل لنفسه ثياب يصلي فيها حتى لا يؤذي المصلين أو يلوس المسجد بما يحمله منين من نجاسات الأفضل أنه يجعل له ثياب أو يحاول يطهر ثيابه إذا كان علاقة بها نجاسات ويدخل المسجد ويصلي والله عز وجل يتقبل من الجميع نشوف كمان تاني من مبطلات الصلاة انكشاف العورة كلها أو بعضها مما يجب ستره في الصلاة عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته نوضع الحتة دي مسألة انكشاف العورة أبنائي وبناتي في الصلاة واحد بيصلي وبعدين البنطلون بتاعه مثلا عفان الله تقطع وكده كشفت عورته طب ده صلاته صحيحة نقول له لا صلاته غير صحيحة ان احنا عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة فالحورة انكشفت طب زيه زي الراجل ده نفس حكاية المرأة لو في البيت لو هي لابسة مثلا الإزدال بتاع الصلاة والإزدال بتاع الصلاة مقطوع فهي بتصلي وانكشفت شيء من جسدها نقول لها صلاتك غير صحيحة لليه لان العورة المرأة كله جسدها إلا الوجه والكفين أما الرجل عورته من الصرة إلى الرجبة فلو انكشف شيء من عورته صلاته بطلت ليه لان مشروط صحة الصلاة خذ بالك من كلمة صحة الصلاة فستر العورة فهو الآن عورته انكشفت فبطلت صلاته فبالتالي عليه ستر عورته عشان كده علمان قالوا فإن كشفها ريحه وسترها لا يعيد الصلاة يعني مثلا حاجة مثلا هو طير هدومه وبعدين هو لحق نفسه لم مثلا ملابسه غط نفسه ما فيش كده مشكلة لكن لو العورة انكشفت ولم يستر عورته بحيث أنه يخرجه عن خشوعه ويخرج المصلين عن موقفهم بين يد الله عزل نقول له صلاتك بطلت طيب في مشكلة تحدث مع بعض الطلاب أو بعض الشباب ساعات بيخش المسجد ولابس مثلا بانطلون والبانطلون مثلا بيسموه البانطلون المتسقط فييجي الشاب بدأ يركع البانطلون بينزل تحت فعورته بتبان من الخلف أو ييجي يسجد البانطلون طبعا عشان هو متخيط بخيطها مشكلة لأن دي مش بنطلنا أسف دي حاجة مستوردة وإحنا يعني بعض الشباب بيقلدوا خلاص البانطلون المتسقط أو المتقطع وعورته بينا نقول له يا أخي الكريم صلاتك كده بتبطل طبعا إحنا لو إحنا ناس يعني متعلق قليل وفهمين بننصحوا بالتي أحسن ليه؟ لأن ده شاب والحمد لله جاي صلي فإحنا بنعلمه يعني الأفضل لما تيجي تزداتي للمسجد تأخذ زينتك رب سحل قال في القرآن يا بني آدمة خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد بما تروح المسجد تكون في كامل زينتك تلبس ملابس كويسة لو عايز تلبس بنترون وقميس يبقى بنترون شكل كويس والقميس شكل كويس ويكون ساتر لعورتك ليه؟ لأن انت ما تيج تركع أو تسجد ممكن البنترون له هو قصير أو هو مصائد زي ما بيقوله كده ومش مزبوط كويس هيكشف العورة بتاعتك ويبقى أنت راكع وساجد بين يا دي رب سحله وعورتك من الخلف بينه والناس اللي وقفوا وقارك في الصفوف واللي معد في الصفوف وبيني دي المصليين شايف ده غلط لأن كده بتبطل صلاتك لأن انكشفت عورتك ومن شروط صحة الصلاة عدم انكشاف العورة فبالتالي لأن كده أبطلت صلاتك بأن تتعبت وجيت وصليت وعمد صلاتك غير صحيحة لأن انكشفت عورتك إلا قلنا لضرورة واحد مثلا ريح طير ملابسه وبعدا اللي حيغطى نفسه فمفيش مشكلة بحيس أنه لا يدرك شيء كثير منها فإذا انكشفت العورة انكشافا بطلت إيه بطلت صلاتك وفي مشكلة تاني بعض الشباب لابس البنطول اللي هم قطع وشيء من فخده باين وشيء من فوق الركبة باين وإلا كان راح أصلي طب يا أخي الكريم إنت لابس البنطول مقطع ده أصلا منظره مش كويس ده بدا هيكشف عورتك ده هتصلي به إزاي طب يلبس حاجة تحته يلبس حاجة فوقه يلبس جلبية فده برضو لو انكشفت عورته بتبطل صلاته في مشكلة كمان تاني بعض الشباب ساعات بيلبس جلبية ومجمعة وتكون الجلبية خفيفة كل جلبية ايه خفيفة ولابس من تحتها يعني الملابس الداخلية ومش لابس بانطلون فمي يجي يقف في الصلاة أو يصلي أو يركع أو يسجد جسمه مكشوف لأن الجلبية خفيفة وخاصة لو كان في فصل الصيف فساعات في بعض الشباب يلبس الجلبية بس وتحت منها مثلا ايه ما يستر عورته المغلظة فقط الملابس الداخلية اللي بتستر عورته فقط ويصلي والملابس خفيفة والجلبية اللي بسها خفيفة واللي معاش معدي في الصلاة واللي شايفه من وراها جسمه مكشوف نقول له يا اخي الكريم ستر العورة عن عيون الناظرين دي مشكلة العورة انك لازم تسترها عن عيون ايه عن عيون الناظرين بحس من يراك لا يرى شيئا منك اقل شيء ما يستر ما بين السرة للربة وبعد ذلك يكون زينة فانت بفعلك هذا الامر اه لبس جلبية بيضة وجميلة وشكلها زريف بس خفيفة بس كشف للعورة اما هتصليها نشوف العورة بتاعتك واللي معدي من وراك هيشوف جسمك من ورا فافضل تلبس مثلا بانطلون تحتيها او مثلا حاجة طويلة تغطي جسمك من تحت حتى يعني يكون من باب الادب وباب الحياء مع الله سبحانه وتعالى لان الحياء يكون من الله ويكون من الناس ويكون من عيون الناس فانت لازم تستر عورتك حتى تصح صلاتك نشوف كمان تاني من مبطلات الصلاة التي تبطل بها الصلاة عندنا السادس تغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة ايه موضوع تغيير النية دي في الصلاة لو واحد مثلا هو بيصلي رح اغير نيته كان بيصلي مثلا ايه العصر فكبر وما لا يصلي العصر ويقرأ الفتحة ويقرأ الصورة وبعد ما صلى مثلا الركعة الاولى قالك الله وانا بصلي العصر لا يا عم انا ما صلتش الظهر طيب اقولك اكملها ظهر خد بالك هيقول ايه هكملها ظهر نقول له صلاتك بطلت ليه لانك انت غيرت نيتك النية بتكون فين بتكون سابقة للفعل ما تكونش بعد الدخول في الفعل فانت دخلت في الصلاة وصليت وقرأت وبعدين جاي تقول له اصلي الظهر وانت في صلاة العصر فكده غيرت نيتك بطلت صلاتك اذا استمرت كمل العصر وبعدين ببعيد الظهر اللي هو اصبح قضاء عندك وفائت لك من الصلوات السابقة فدي مشكلة بيقع فيها بعض الناس او واحد مثلا يغير نيته من فرض الفرض او يغير نيته من شيء لشيء تبطل صلاته لان احنا عندنا نية ومستمرة في الصلاة فلا تتغير النية فلو تغيرت النية في الصلاة بطلت ايه بطلت صلاته وبذلك تكون مبطلات الصلاة وهي الامر السادس نقول كمان واحد تاني السابع التحول عن القبلة بصدره يمينا او يسارا التحول عن القبلة بصدره يمينا ويسارا احنا اتفقنا يا شباب ان القبلة بنتوجه اليها بالصدر طبعا بالجسم كله لكن لو انت التفدت في الصلاة حركت وجهك يمينا قليلا او يسارا قليلا هذا لا يبطل الصلاة لان الوجه بيكون يعني زي اليد كده جارحة انت لو ايديك تحركت كده في الصلاة لا تبطل صلاته فكذلك لو وجهك مثلا انت عملت كده في الصلاة اعملت كده في الصلاة لا تبطل صلاة نعم هو مكروه ولا يصح في الصلاة لكن لا تبطل به الصلاة حتى ام المؤمنين عيشة رضي الله عنه لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة واحد الاسعاد بيصاله يعمل كده او يعمل كده شوية او يعمل كده رقبته هذا يسمى التفات في الصلاة فسألت السيدة عيشة ام المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة قال هذا هو الاختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد الشيطان بياخد منك حتة من الصلاة لما بتلتفت كده فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة لكن لو انت تحولت عن القبلة بصدرك خد بالك الصدر هو وانت قبلتك كده فانت روحت مثلا اتفت كده وصدرك تحول عن القبلة بقيت بجنبك كده صلاتك كده بطلت ليه؟ لأنك أنت كده أصبحت غير مستقبل القبلة وإحنا اتفقنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة أنت الآن غير مستقبل القبلة إدتها ظهرك ولو قليلا يعني انحرفت عن القبلة بتعمل طبعا مش بضرورة أو واحد مثلا زقك أو مثلا اتحركت عشان تقفي الفرجة في الصف هذا يبطل الصلاة لأن مشروط صحة الصلاة استقبال القبلة للقادر عليها طيب نشوف كمان تاني من مبطلات الصلاة الثامن والتاسع الأكل والشرب كثيرا كان ذلك أو قليلا يبقى لو أكل في الصلاة أو شرب في الصلاة طبعا ده بيخرج عن محل القشوع ومحل الصلاة واحد بيأكل في الصلاة أو بيشرف في الصلاة ده طبعا بيبطل الصلاة وفي بعض الناس كده ساعات مثلا يكون أكل قبل الصلاة وفيه فمه فيه أكل لسه وقف يصلي وبعدين حرك فمه كده لقى فيه أكل هنا في الجناب وأكل هنا في الجناب قاعد يمضغ. قاعد يمضغ. كده وبعد أن يبلع. نقول له صلاتك بطلت. لأن المضغ في الصلاة كده انت بتاكل. كده انت بتاكل. لكن لو واحد بلع ريئه مثلا. مثلا في مشكلة هنا في حنجرته. ففي حاجة بلعها. ده لا يبطل الصلاة. لكن هو حرك فمه. والأصل احنا اتفاقنا ان انت بكون مضمط فمك ومتوضي قبل الصلاة. حتى لو كنت متوضي وطاهر. وبعدها اكلت نقول لك مضمط فمك قبل الصلاة. واحد مثلا عفان الله شارب مثلا ربنا عافينا او المسلمين شارب سجاير قبل الصلاة او شارب مثلا شيشة. وطبعا احنا ممنوع ان احنا نعمل حاجات دي كمسلمين وكمصريين. ما نفعش ان احنا نرمي بأيدينا للتهلكة ونطعاطى هذه المدخنات وهذه الأمور لنتضر بصحة المسلم وصحة الإنسان عموما. فواحد شارب مثلا دخان وجاي يكبر ويصلي. هو صلاة صحيحة لكن طبعا ريح فامه من الدخان هيؤذي نفسه ويؤذي الملائكة الذين هم في الصلاة ويؤذي المصلين الذين هم بجواره. تقف جنبه في الصلاة تشم ريحة السجاير تشم ريحة الدخان. هذا طبعا مكروه في الصلاة. هذا يضر بصلاتك. ربما الله عز وجل يعني الله صحة الله غفور رحيم يعني. يعني بفعلك هذا أنت آزيت نفسك. وآزيت الملائكة. وآزيت المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كره على المسلمين أن يأتوا للصلاة وقد أكلوا ثوما أو بصلا. وكان النبي على سلام لا يحب السوم والبصل. طبعا مش محرم لكن هو النبي عليه الصلاة وقال لا تاكل رسول الله قال إني أناجي من لا تناجي. يعني كله أنت أنا ما قدرش آكل ثوم ولا بصل لأنني قدرسها الملائكة وأناجي رب العالمين. ما ينفعش آكل لا ثوم ولا بصل. ومكروه إن إنني لو أكل ثوم وبصل يخش المسجد ويأذي المصلين بريحة الثوم والبصل. فأبه لك لهو أذى المصلين بريحة مثلا عرقه أو ريحة دخانه أو ريحة مثلا سيابه أو ريحة شرابه أو ريحة حزاءه طبعا ده شيء مش كويس المسلم يكون طاهر نقي ريحه طيبة معطر زكيه النقي عشان ياب بين يدين الله سبحانه وتعالى الملائكة تستحبه يقوفه والناس يعني يعني تقترب منه بسبب ريحه الطيب وشكله الطاهر طبعا الأكل والشرب منه عنه وإذا أكل في صلاته بطلت صلاته لأنه فعله مبطل للصلاة نشوف كمان تاني القهقها وده برضو من مبطلات الصلاة طب إيه الفرق بين القهقها والتبسم طبعا القهقها ضحك مع صوت هذا يبطل الصلاة لكن التبسم واحد مثلا يعني تبسم فظهرت أسنانه وبذلك أبنائي وأبناتي نكون قد بينا مبطلات الصلاة والأعمال التي تبطل بها صلاة المسلم وعليه أن يعيد هذه الصلاة التي بطلت نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمن أن ألقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته